السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مساء الورد اليوم حنا في يوم عاشرة وصيام والأخت المغربية هذه وضعت هذا المقطع صدق عنها وعن أبيها وعن أولادها جزاها الله خير وفكرته كالتالي نأخذ اللي هو بذور الصدر اللي نسميه النبك ويطحن عند الطاحون ويأخذ منه ملعقتين على حليب ملعقتين كبيرة على حليب ويترك من الليل حتى الصباح ثم يشرف الصباح ولا يأكل أي أكل بعد ساعة تقول أنه كفيل بإزالة الربو على أن يستمر عليه الإنسان 21 يوم 21 يوم ويفيد في الباطنية وفي القولون وفي الجهاز الهضمي وذكرت أشياء كثرة جدا أحببت أني أجيبه باللغة العربية الفصحة المتعارفة عليها بيننا وشكرا لكم